لو سألت أو أهديك عنوان وقول لي صحة ولا غلط فليرة أنقذ موسم الزمالك أنقذ موسم الزمالك لا هو أنقذ أداء الزمالك لكن لسه ما أنقذش الموسم ليه بقى؟ لأن احنا لسه بنتكلم في دوري احنا بنتكلم على كاس فبنتكلم على مطش خد بالك آه مطش ببطولة تمام؟ أنا معاك لكن هو أنقذ أداء الزمالك ولعبت الزمالك يعني يبقى أنقذ الزمالك يعني أنت النهاردة نادي الزمالك ده قبل ما ييجي فريرة كان عندنا ناس معينة بنشتغل بها لعيبة معينة اللي هم 11-12-13 لعيب تمام؟ وكنا بنقلق جدا وكان كل الناس عارفة أن طرق حمد لما بتشلم الملعب الزمالك خسران كان فيه بيبقى فيه مشكلة أي لعب يغيب من الزمالك ممكن تعادل وكنا بنقلق لو زيزو ما كانش موجود وكنا بنقلق لو بين شرق مش موجود أنا بقولك على ناس معينة بعيناء وكنا بنقلق لو الوينش مش موجود قلت قلق لو أوباما مش موجود أنا بقولك لا مش قوي خلينا صرحة يعني أنا خليني بص أنا بجيب لك كام واحد معينين مش كل الناس خلينا صرحة لكن أنا بتكلم بالأخص على الوينش بتكلم على طريق حمد بتكلم على زيزو بتكلم على بين شرق لأن الأربعة دول أكتر أربعة مستوى مسبت وأكتر أربعة مؤثرين في نات الزمالك صح؟ النهاردة لما تيجي تبص على مستر فريرا لا لعب من غير الوينش لعب من غير بن شرقي لعب من غير زيزو لعب من غير طريق حمد طب لعب من غير طريق حمد ده فترة طويلة كمان خد بالك تمام؟ كان في بعض الأوقات كان زيزو بيلعب ومن شرقي بيلعب وكم بيخرجهم حلو؟ لما بيخرج لعيب أو بيلعب أو ما بيلعبش لعيب من دول من الأربعة دول ما اعتقدش أن الناس كانت بتحس الفرق شح ليه بقى؟ لأن هو مستر فريرا سيطر على الملعب يعني إيه سيطر على الملعب؟ يعني عمل نقطة تنظيمية أو نظام داخل الملعب تمام؟ من خلال اللعيبة اللعيبة في البداية ما كانش فيه تنظيم داخل الملعب ما كانش فيه ترابط داخل الملعب ما كانش فيه إمتى أهاجم ما كانش فيه إمتى أدافع ما كانش فيه إمتى أرحل كان في بعض الأوقات كل واحد بيعتمد على الحاجات الفردية ودي المشاكل اللي بتقابل ناتزة مالك في فترات طويلة لكن انت النهاردة لما تعمل كرة إيجابية وتعمل كرة جماعية وتعمل تنظيم داخل الملعب فهو سيطر على الحتة دي صحيح بشخصيته القوية صحيح خد بالك ودي نقطة مهمة جدا الشخصية القوية مهمة داخل الملعب من جهاز تمام الحاجة التانية ان هو ادى ثقة للعيبة وانا قلتلك ان اي حد بيلعب فانا بديله ثقة تخيل انت النهاردة انا مثلا ما كنتش بالعب فانت نزلتني قلعب فاديتني ثقة فحتى لو انا بقيت مديتش مثلا 80% او اديت 50% فانت بتشجعني خلاص لو اديت 50% تاني تشجعني لا ده انا اكيد بقى خلاص انا عندي ثقة لا هادي 60-70 بعد كده صح وده اللي حصل يعني حتى لما اعتمد على بعض الناشئين او الناس اللي ما كانتش بتلعب فهو مش حاسس بقلق في ظهره مش حاسس بخط في ظهره صح خد بالك دي مهمة اللي الناس ما تعرفهاش لما بتدي ثقة للعيب داخل الملعب واعتفكر ان دي بتديله نسبة قليلة جدا لا ده بتديله نسبة عالية جدا زي ما باجه اقولك ايه احنا عندنا في مصر هنا كل المدربين على الخط يقولك ايه باص 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 اول ما يجي باص غلط الدنيا بتقوم وتقعد ويقولك شيل ما توقفش هنا ما تبصيش هنا رغم ان هو ممكن يكون عامل بس صح بس عادي ممكن تتقطع ما احنا مش ملاك تمام ومش بس مش ملاك ما هو في منافس بلاب قدارك ممكن يتوقع البحث تمام فانت النهار ده ما تقولش كلمة انت مش قدها ليه لان انا لما اقولك كده وانا اجي مثلا يا كريم ابصيلك انا قاصد ان انا ابصيلك صح فاتقطعت فانت من بره يعني عارف انت مثلا ايه بقى يعني تنرفزت علي مثلا برغة الكرة اتعصبت علي فانا طبيعي هيعمل ايه لو جات لي تاني اتحذي وانت فاضي انا خفى بصيها اقولك ايه لا انا حطي عام واحدة قداما انا مالي فانت سحبت مني الثقة مظبوط لكن لما تيجي تبص وتتقطع اقولك مرابا عادي تعملوا واحدة تانية تعملوا واحدة تانية زي مثلا انا اجيب لك مثلا 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 في الحارس لان الحارس ده يعني غلطته مثلا بمشكلة طبعا اي حارس بيخطأ تحس ان ايه كل الناس بيقولك ايه معلاش معلاش يعني ايه فوق 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 تمام نفس القصة اللي عيب داخل الملعب فانت ما تقولوش كلمة وما تعملش تخلص عليها مظلوط فانت النهاردة ده اللي عمله فريرة